أيها اللبنانيون، أيها السيدات والسادة لما كان الشعب اللبناني رهينة إرادة خارجية لاسيما من إيران بواسطة حزب الله التابع لها والمتحالف مع سلطة أثبتت فشلها وفسادها وأسير ترهيب ميليشيا حزب الله المتهمة ببعض الاغتيالات التي حصلت لما كان الشعب اللبناني ضحية سلب أمواله وموارده على يد سلطة فاسدة تتحكم في كل مفاصل القرار في لبنان وعاجزا عن مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإرهاب ولسيما منها جريمة تفجير مرفأ بيروت بسبب ارتهان السلطة القضائية لتحالف حزب الله والسلطة الفاسدة لما كان الشعب اللبناني يعاني الفقر والإذلال والتفلت الأمن وفقدان الحرية وأهمال السلطات المسؤولة ويتوق للعيش بكرامة وسلام وحرية كما تنص شرعة حقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة ويتوجس من التمادي في استرهان وطنه لمصلحة نزاعات إقليمية ودولية لا قدرة له على تحمل آثارها مع ما ينجم عنها من تهديد لوحدته وللسلم الأهلي والسلام الدولي خصوصا بوجود أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ على أرضه لكل ذلك نطالب الأمم المتحدة ودول العالم بمساعدتنا لاستعادة سيادة لبنان وحريته واستقراره وتحقيق العدالة والأمن والكرامة لشعبه من خلال عقد مؤتمر دولي من أجل لبنان وبرعاية الأمم المتحدة على أن يقرر ما يأتي أولاً إقرار حياد لبنان عن صراعات المنطقة عملاً بما توصل إليه إعلان بعبدة الصادر في 11-6-2012 ثانياً التطبيق الكامل والفعلي لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لسيماً منها القرارات 1559-1680-1701 ثالثاً العمل على تطبيق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وإجراء الإصلاحات اللازمة لإخراج لبنان من أزمته رابعاً إجراء تحقيق دولي في جريمة تفجير مرفأ بيروت وتحقيق العدالة الكاملة أيها اللبنانيون لبنان يناديكم لبوا النداء لكي لا يموت عاش لبنان ترجمة نانسي قنقر